بسم الله الرحمن الرحيم ودائما هو الاحترام حتى لو هناك ردود معينة بنرد بنرد بمنتهى الاحترام ومنتهى الأدب ودائما الأخلاق أولا الأخلاق أولا في كل شيء أنا عارف أن الأمور بتبقى في بعض الأحيان تتعدى هذه الكلمات الملهمة لنا كلنا كمصريين ولكن في نفس الوقت أو في نهاية الأمر صدقوني في النهاية الحق سينتصر والأخلاق ستنتصر والكل في ناس لما بتيجي تتكلم وتقول زي ما هي عايزة تقول وتعمل وكل حاجة ولكن دائما الأخلاق بتنتصر والحق دائما بينتصر صدقوني هذه الكلمة أنا سمعتها من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت كان صعب جدا 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 وفي النهاية دائما ما ينتصر الحق ودائما ما تنتصر الأخلاق وحاخد كلمة من الكابتن أحمد شبير الحقيقة أنا أرتها المبارح هي كلمة رائعة الأسطورة سيظل دائما أسطورة والإجذوبة سيظل دائما إجذوبة فعشان كده خلينا دايما بنتبع مكارم الأخلاق وزي ما قلت لحضراتكم أنا خلال الفترة السابقة وعمري في حياتي ولا الفترة القادمة كمان وعمري في حياتي ما حروح لحتة أنا مش عايز أروح لها أنا دايما لما بجأ أفتح مواضيع بفتح مواضيع بتهم أو بتخص كمان مستقبل كرة القدم المصرية زي ما قلنا في موضوع قانون اللعب المالي نظيف وزي ما قلنا أمبارح فيه تراخيص المديرين الفنيين في مصر A وB وB وC وD للصالح العام وحقول لحضراتكم أو حقول لكل اللي بينتظر هذا الأمر أخبار جيدة جدا النهاردة حقول لكم على لأننا الحقيقة بعض من أعضاء مجلس قدارة الاتحاد كرة القدم المصري اتكلموا معايا في هذا الأمر وبالتالي حقول لحضراتكم إيه اللي حصل ولكن أمبارح برضو كانت حلقة مهمة جدا في سياق حلقات البيت الكبير اللي دايما النادي الأهلي اللي بنتعلم منه هذه الكلمة إن احنا دايما بنحاول لما نشتغل نشتغل على الصالح العام ما بنشتغلش على حاجة النادي الأهلي طبعا وكل حاجة ولكن أيضا الصالح العام جالي تلفونات كثيرة جدا وجالي وعد من أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إنه في خلال من شهر لشهر ونص لأنه الحقيقة حكا لي موضوع الترخيص إنه هو من 2016 و2017 حتى هذه اللحظة هو واقف لأسباب كتيرة جدا 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 وإن دكتور جمال محمد علي هو اللي حيكون مختص بهذا الأمر وإنه هو بدأ بالفعل اتصالات مكثفة علشان يبتدي يتعمل أو يتم اتخاذ خطوات خلال الفترة القادمة علشان يبتدي يكون هناك دورات للمديرين الفنيين الـ A والـ B والـ C والـ D كمان فإن شاء الله ده حيحصل خلال الشهر ونص القادم ده بناء على كلام من أعضاء أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ويعني أنا يمكن حتى بعدها حاولت أن أكلم دكتور جمال محمد علي عشان قد يكون وصل لمعاد معين أقدر أقوله لكل المديرين الفنيين اللي بعتوا لي اللي أنا بشكرهم جدا 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 على متابعتهم الدائمة لهذه الحلقة وبالمناسبة هم مش أهلاوية بس مش أهلاوية فقط ولكن منهم الأهلاوي ومنهم الزمالكاوي ومنهم الإسماعلاوي ومنهم اللي بيكلمني علشان يعرف هيحصل إيه خلال الفترة اللي جاية ناس بتدور على الصالح العام بتدور على صالحها طبعا ولكن الصالح العام لمصر والكل الحقيقة أبدى استياءه الشديد أنه من 2016 نهاية 2016 2017 لغاية دلوقتي حتى هذه اللحظة ما حصلش أي حاجة ما حصلش أي حاجة تخص موضوع التدريبات أو موضوع الرخص المدربين فهي كان شكل الكابتن علي مهر في المباراة الأخيرة أعتقد أن دا مع بطل أغندا أعتقد أن دا كان بداية الشرارة اللي خلتنا كمان نتكلم في هذا الأمر وخلت ناس كتير تتضافر معنا وتتضافر جهود كتيرة جدا عشان نقدر نصل إن شاء الله خلال الأيام القادمة وحاول النهاردة أو بكرة أو بعده أصل لدكتور جمال محمد علي ولو عنده وقت معين حيتم فيه بداية هذه الدورات ده بناء على كلامي مع أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اللي يكلم الدكتور جمال هو هيكون عنده الوقت وتزبطه الأمور مع بعض ويتم الإعلان عنها نتمنى يا رب كل التوفيق وأنا بشكر كل الناس اللي بتدعم قناة الأهلي وبتدعم البيت الكبير خلال الفترة اللي فاتت تحديدا خلال اليومين اللي فاتوا مش عايز أقول لحضراتكم قد إيه هي رسائل الدعم رسائل دعم أنا الحقيقة ما كنتش متخايم معرفش ليه يعني لكن أنا بشكر كل الناس ما تقلقوش الحمد لله والشكر لله دائما لما بنتكلم بنتكلم بأحقية وبنتكلم ورصنا دايما مرفوعة وبنتكلم بمصداقية وبنتكلم بأسلوب وأخلاق النادي الأهلي مفيش حاجة بنخاف منها الحمد لله والشكر لله وبالتالي لما بنيجي نتكلم فوجئت بكمية رسائل دعم على السوشال ميديا وعلى تليفوني الخاص وعلى الناس كلها القريبين مني والبعيد عني الحقيقة كلهم من جمهور النادي الأهلي بيدعموني بشدة فأنا بشكركم جدا 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 بيدعموا البيت الكبير يعني بشدة فأنا بشكركم جدا على كل هذا الدعم مش عارف أقول إيه لحضراتكم يعني لو أملك كنت الحقيقة عملت حاجات كتيرة جدا ولكن في النهاية أنا بقدي دوري وإن شاء الله إن شاء الله أظل دائما عند حسن ظن حضراتكم وإن شاء الله من حلقة أخرى تكون الأمور دائما إن شاء الله إن شاء الله تليق بجمهور الأهلي وتليق باسم النادي الأهلي فأنا مرة تانية وتالتة ومليون مش عارف أوفي حق جمهور النادي الأهلي علي الحقيقة وعلى البيت الكبير خلال اليومين تلاتة اللي فاتوا لكن هو ده جمهور الأهلي هو ده جمهور ممكن يبقى زعلان شوية متضايق شوية من بعض الأمور اللي بتحصل من فريقه ومن النقد في الناحية الفنية شوية ولكن في النهاية لما بيحصل أي حاجة بتلاقي جمهور الأهلي عامل كده وبيوقف مع فريقه ومع ناديه ومع قناته فعشان كده هذا هو الفارق دائما ما بين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور آخر في العالم كله علشان برضو محدش ودينا لسكة الأندية الجماهرية والكلام اللي حضراتكم بتسمعوه بقالك يومين ترجمة نانسي قنقر